طب لو كان حد منهم هيزعل يعني انا مثلا دلاتي ابويا متخنق مع امي فانا بابر ابويا امي زعلانة امي متخنق مع ابويا فانا بابر مثلا امي فابويا زعل اعمل فيكو انتو الاثنين كلام ده لطيف جدا في اطار التبطبة اللي يزعل اروح اطبطب عليه سواخ ده بالك بعمل ايه؟ بطبطب ليس اكثر لا احيانا بتخرج عن شعورك انتو الاثنين عايزين مني ايه؟ انا عايز اخش الجنة بيه انتو الاثنين فانا هعمل لده وهعمل لدي انتو الاثنين حرين بس انا كابنة برا انا هبرده وهبرده اين في اقول كده؟ ايه اللي هيحصل اللي هتدخل بينهم في النهاية ايه اللي هيحصل؟ لا هيفرمون يوم والاثنين لا وهنفعل ومش هبرهم ومش هخش الجنة اللي انا عايز اه دي حقيقة صح؟ ما بيستفزوك ليخرجوا اسوأ ما فيك من عبدا رمضان لازم اقولك كم تدوك والله الازم فبقى كويسة جدا ما سيستفزوك اروح بوضع كل اللي انا عملت عشان كده بقول ضبط النفس ما بقولش اني بقى سلبيين ما بقولش خش قطك وقفل عليك ما بقولش لما امك حتى لو ده غلط من الاب والام وهنيجي الارسالة للاب والام هنا ارحموا ولادكو بس هنجلها كمان شوية بس حتى لما حد فيهم يكلمني احتويه واسمعه واحترمه بس بعد ما يقوم من قدامي بالذات لحد في سن نورة خمسة وثلاثين سنة مش بكلم طفلة افصليلي مشاعر احساسك بابوك يعني هي امك دي الام الوحشة اللي فرقب بينك وبين اخوها وكرهيتك في خلفة البنات ولا اللي بتجيب احسن اكله اغلى اكل ليكي ولولادك لما بتزوروهم ولا هي ممكن تكون بتحكي الامج كلها او الصورة كلها اللي شايفاها افترض فيها الصدق ودايما انا وانتي بنوصل لده واحنا بنتكلم فأيكس انا مصدق انك مصدقة اللي انتي بتقولي وبنحاول نحلب كل الصنايوز اللي قدامنا وكل المعطيات الامر مدينها لنا في القصة من خلال المعطيات دي إنما في عوار هنا بقى في كلامها هي عن مامتها هي ارتأت مامتها الطرف المظلوم في مرحلة ثم الطرف الظالم في مرحلة يعني يا دكتور يعني ايه في التنقض في التصرفات لو احنا قلنا انه مثلا كل واحد في حياته ممكن يبقى فقرة مثلا هو الضحية فقرة هو الهيرو فقرة هو وحش في قصة احدهم كويس في قصة احدهم ليه في تناقض؟ أحدهم دي نورة بنتها هي مش أحدهم وهي رؤيتها لأمها لما يبقى فيها تناقض شديد هي مين فيهم الأم؟ الأم اللي كانت كويسة قوي مع الأب وتظلمت؟ ولا الأم اللي بتحطله مية على اللبن وحرمام الشوكولاتة ومش عارف إيه؟ هي وحشة مع بابا بس كويسة معنا كلنا ما قالتش برضو كويسة معنا كلنا هي كانت بتحب أخويا وغير عادلة لدرجة أنها كرهتني في نفسي وفي عشتي بس أنا باب الرهم تيجي هنا رسلتي النور عندنا حاجة لطيفة قوي اسمها صلاة السكينة سيرينتي براير ربي أعطني قوة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها السكينة لتقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها والحكمة لمعرفة الفرق بينهما بين إيه وإيه؟ بين ما أستطيع تغييره وما لا أستطيع تغييره نورة حاولت تغير كل اللي ما تقدرش تغيره حاولت تغير علاقتها بأبوها وأمها حاولت تغير أسلوب أمها بينها وبين إخواتها أو أخوها الولد تحديدا ودي حاجات هي ما تقدرش تغيرها لأنها ما اخترتهمش وهم ما كانوش حظها الحلوة في الدنيا برضو إنما الشيء الوحيد اللي كانت تقدر تغيره دورها كأم لا تربي بنتها حل أجهاضت بنتها وده أكبر تشوه إدراكي في الدنيا هو ده لي تفسير علمي أو لي حاجة في علم النفس يتقال عليه إيه اللي بيعمل إجهاض ده إيه؟ لا اللي بيعمل إجهاض دي حدوتة كبيرة ممكن يبقى مليون حاجة بس في حالة نورة لا بيعمل بإدراكه إنه هو مش عايز ده رافضة البنت ده حاجة عندنا اسمها كوجنيتف ديستورشن يعني إيه؟ تشوه إدراكي من الضغوط النفسية بنعمل تشوه إدراكي شهير عندنا أو تشوهين في الإدراك الحقيقة واضحين قوي في قصة نورة أول واحد فيهم اسمه ماكسيمايزيشن المبلغة هي تبالغ في وصف كل شيء أشعر أن نورة أديبة أكتر من صاحبة مشكلة لأن كل صورة فيهم عملها بألوان كامل لحمة مستوردة مية بلبن عقلها البطن اللي بيأفور مش هي برضو لا تشوه الإدراك تشوه الإدراك الثاني حاجة اسمها كتاستروفايزنج أو تحويل كل شيء إلى كارثة البنت اللي جاية دي المجتمع هيبقى كارثة عليها هي مصدقة ده بدليل إنها أجهضت فزي ما كان معنا يا نورة ودي رسالة والله مخلصة إمكانيات إن احنا نعمل الصنار ونحدد نوع الجنين وإمكانيات عملية الدي أنسي أو الكحت من أجل الإجهاض كان ممكن يبقى عندنا إمكانيات إن احنا نتلقى علاج معرفي سلوكي جيد يعالج تشوهات الإدراك دي ويخلينا نفكر بشكل أعسن وكان ممكن أنت تقدمي لبنتك كل اللي أنت اتحرمتي منه نحن عمينا حاول نفهمهم إن الدكتور النفسي مش عيب إنك تكون تعبان مش عيب إنك تكون نفسيا مش قادر تكمل مش عيب يا ربي يا ربي يا ربي نقدر نعمل حاجة بالبرنامج ده إنه الناس ما سيجيش يقولك يا مريض يا ابني روح تعالج يا ابني إحنا بناخدها على إنها إفهات للأسف عشان تدايله قدامك يا حبيبي روح تعالج يا حبيبي يا رب المجتمع المحيط يا سالي يبقى داعم كفاية يا رب لما أي واحدة تقول لجزها عايزة تعالج أو تقول لأبوها وأمها عايزة تعالج يدوها فرصتها في العلاج ويا رب نورة لو ربنا رزقها بحملة تاني برضو تعرف نوع الجنين وتفرح بإنه بنت عشان ده هيبقى عوض ربنا لها إن يجي لها فرصة تانية تصلح غلطة كبيرة قوي هي عملتها لو ما كانها أصلي ودعي إن ربنا يرزقني ببنت تاني ورسلتي ليها لو تكرر دا وربنا رزقك ببنتي يا نورة صلحي فيها اللي أنت يعنيتي منه ما تنهيش رحلتها قبل ما تبدأ بدعوة إنك مش عايزاها تعاني زيك ترجمة نانسي قنقر